صحتك تهمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم مستمعين ومستمعاتنا عبر أثير إذاعة النور في برنامجكم النصف شهري برنامج مملكة حوى في فقرة صحتك تهمنا مع أختكم زهرة موضوعنا لنهار اليوم هو عن مرض منتشر بكثرة وخاصة في فصل الشتاء وهو مرض معدي في الكثير من الأحيان وهو مرض الزكام مرض الزكام الذي يصيب الكبير الصغير الشيخ العجوز وهو مرض يعني في بعض الأحيان لا نفرق بينه وبين الحساسية فالزكام هو يأتي تقريبا مرتين في السنة عند الشخص والحساسية متكررة عند ذلك الشخص مرض الزكام مرض الزكام باتخاذ إجراءات وقائية لحماية نفسه ولكن غالبا ما تفشل هذه المحاولات وتكون الإصابة حتمية ولا يمكن منعها والزكام أو الرجح هو التهاب فيروسي حاد يصيب الجهاز التنفسي العلوي وخاصة الأنف والبلعوم وهو مرض شديد العدوى ومن بين أسباب الزكام هي عدم ارتداء الملابس جيدا وأيضا الخروج عندما تكمل من الاستحمام إلى الخارج فهذا أمر خطير جدا يصيبك حتما الزكام ويلجئك إلى الفراش وأيضا من بين الأسباب أيضا ومن بين أيضا أسباب الزكام التصافح مع ذلك المريض بالزكام فهذا أيضا أمر خطير وأمر معدي وأيضا عدم الغسل اليدين عند انتهاء أي عمل كنت تقوم به وأيضا شرب المشروبات الباردة مثل الماء والمشروبات الغازية فهذا أيضا أمر معدي يؤديك حتما إلى المرض بالزكام والسعال وارتفاع شدة الحرارة هذه هي بعض أسباب الزكام الأكثرية يعني التي يصاب بها المريض ومن بين أعراضه أيضا السعال التهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس والحمى الشديدة عادة ما تنقضي من سبعة أيام إلى عشرة أيام ولكن بعض الأمرأة الأعراض تستمر لمدة ثلاثة أسبوع ويقول المختصون لا يوجد علاج شافي للزكام أو نزلات البرد فالمضادات الحيوية ليس لها دور كافي ليشفى ذلك المريض من الزكام لأنه مرض فيروسي ولكن يمكن علاجه ببعض من الأدوية الطبيعية مثل العسل الحر الليمون وأيضا التزانة والزنجبيل إلى غير ذلك من الأدوية الطبيعية طرق العلاج من الزكام الراحة في البيت وخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة عند المريض أيضا غسل اليدين جيدا وخاصة عند المصافحة أيضا النوم الكافي للمريض لمدة كافية ومن بين أيضا طرق العلاج الاكثار من شرب العصائر الدافئة مثل كما قلت سابقا الزنجبيل الليمون والعسل وأيضا التزانة والزعتر النعناع هذا كله يشفي من الزكام وأيضا الاكثار من تناول الفواكه خاصة في فصل الشتاء فاكهة البرتقال فاكهة البرتقال فيها الفيتامين سي وهي مفيدة جدا للمريض وأيضا سأعطيكم وصفة لعلاج مرض الزكامي والسعال وارتفاع درجة الحرارة وهي وصفة معروفة جدا عند كل الجزائريين هي وصفة البصل والعسل الحر إن لم يكن لديك عسل حر فيوجد عسل الشفاء هكذا يسمى عسل الشفاء فنأخذ بصلة واحدة نقشرها وبعدها نفرمها ونضعها في الماء تغلي لمدة معينة وبعدها نصفيها في إناء خاص ونضع ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من العسل الحر وملعقة من زيت الزيتون ثم نخلطهما جيدا ونعطيهم لذلك المريض كل ليلة وكل صباح قبل تناول وجبة فطور الصباح فهذا الدواء مفيد جدا للمريض وخاصة مريض الزكام هذا هو مرضنا لهذا اليوم باختصار شديد هو مرض الزكام الذي يصيب الكبير الصغير الشيخ والعجوز إلى أمراض أخرى بإن الله في الحلقات المقبلة سنتحدث عن الكثير من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية بإن الله سأتحدث عنها إليكم نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته